كل إنسان على وجه الأرض لابد أن يخطئ من سيدنا آدم إلى آخر مخلوق خلقه الله كل ابن آدم خطأ فإذن هنا الله عز وجل أعطانا طريقة رائعة جدا للتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ما معنى ذكروا الله؟ كيف نذكر الله؟ هل نقول يا رب هل نقول أستغفر الله العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا علمنا كيف نصلي صلاة التوبة بعد الذنب استمع معي أخي الحبيب لهذا الحديث العظيم واحفظه رجاء وطبقه منذ هذه اللحظة يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذن باختصار وبناء على هذا الحديث النبوي الشريف صلاة التوبة هي صلاة مثلها مثل أي نافلة تقرأ فيها ما شئت وطول فيها ما شئت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطول الصلاة في النافلة وأن نقصرها ونختصرها في حالة الإمامة يعني إذا أما أحدكم فليخفف فإن من رأيه الضعيف والمريض وذو الحاجة إلى آخره ولكن إذا صلى منفردا فليطول ما شاء إذن بقدر ذنبك طول هذه الصلاة يعني لا تصلي فقط بيقوله والله أحد يقوله والله أحد تعدل ثلثة القرآن ولكن هنا ذنب عظيم ارتكبته ركعتين فقط بسرعة لا أستحضر عظمة الله أستحضر خطورة الذنب الذي فعلته وأتخيل أمام نار جهنم ولياذ بالله لو أنني أصررت وبقيت على هذا الذنب ماذا سيحدث لي فهنا أخي الحبيب صلاة التوبة هي صلاة أديها كنوع من الذكر الذي أمرنا الله أن نفعله بعد المعصي والذين إذا فعلوا فاحشة انظر يعني إنسان مؤمن أو تقي قد يصل للفاحشة ولكن ليس هذا المهم المهم أن يرجع إلى الله فورا لأن الله تعهد أيضا أننا لو لم نخطئ لأتى بقوم آخرين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم حتى تتحقق صفة الغفور والغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صفة المغفر هو الغفور الرحيم حتى تتحقق لابد من مخلوق مليء بالنقص مليء بالعيوب مليء بالأخطاء مليء بالمعاصي ولكن هذا المخلوق فيه ميز أنه يعود إلى ربه باستمرار أواب يعني نعم العبد قال الله عن بعض أنبيائه نعم العبد إنه أواب أواب يعني يأوب يرجع نقول ذهاب وإياب عودة يعني رجوع أواب يرجع إلى ربه كثير الرجوع أواب صيغة مبالغة يعني يعني النبي كان أوابا صلى الله عليه وسلم كان كثير الرجوع إلى الله كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة يعني كان يأوب إلى الله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله أكثر من مئة مرة كل يوم حتى قبضه الله فهنا أخي الحبيب هذا الحديث لماذا أقول ينبغي أن نحفظه ينبغي أن نضعه في دماغنا هنا لأنه أسلوب عملي لحياة مطمئنة الذنوب إذا تراكمت على ظهر الإنسان ستثقل حياته وتصبح هذه الحياة ثقيلة كئيبة تعيسة ولكن عندما تشعر بأن الله غفر لك انظر كم هذا الإحساس رائع جدا سأعطيك مثال بسيط أخي الحبيب لنفرض أن أباك في البيت في كل لحظة تشعر أنه غاضب عليك غير راض عنك الحياة تكون يعني فعلا فيها توتر أعصاب تخيل أنت تعيش مع إنسان حتى لو كان غريب عنك ولكن دائما تشعر بعقدة الذنب تجاهه بأنك أخطأت في حقه وهو غاضب عليك الحياة صعبة فكيف بمن يشعر بالذنب تجاه خالقه ولا يعرف كيف يتخلص منه النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا صلاة التوبة لنتخلص من الذنب فورا لأن هناك بعض الناس لديهم وسواس المعصية وسواس يصلي ويقرأ القرآن ويستغفر الله ويأتيه وسواس الله لم يغفر لك معصيتك أكبر من أن تغفر هنا الشيطان يتغلب على الجانب الإيماني في داخلك فتصبح حياة هذا الذي يعاني من وسواس المعصية حياة عيسى جدا فالنبي علمنا هذه الطريقة أنك بمجرد أن عصيت الله والمعصية هنا أخي الحبيب ليس بالضرورة أن تكون فاحشة وليس بالضرورة أن تكون أكل مال الناس بالباطل الإنسان أحيانا قد يخطئ في حق جاره في حق أخيه في حق ابنه في حق زوجته قد يتكلم بنميمة على إنسان هذه معصية ومعصية كبيرة أو يود أحدكم أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كأنما أمدته ونهجت لحمه من يتكلم بالنميمة على الناس ولا يهد بالله هذا ذنب عظيم كثير من الناس يرتكب هذا الذنب وهو يضحك ويمشي لا ينبغي ألا يمر مثل هذه الذنوب لا تجعلها تمر مرور الكرام وإذا أردت نصيحة عملية مني كل يوم آخر النهار صلي ركعتين في الليل على نية أن يغفر الله لك يعني صلي ركعتين اقرأ فيه ما ما شئت من القرآن ثم استغفر الله بالصيغ التي تعرفها قل مثلا اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه على الأقل ثلاث مرات أو أكثر وأنت تؤدي هذه الصلاة بمجرد أن ختمت الصلاة واستغفرت الله يجب أن تستيقن أن ذنوبك تساقطت تماما كما يتساقط ورق الشجر انتهي يعني فتناموا مطمئنا هادئا نوم سعيد نوم مريح خالي من الأحلام المزعجة خالي من التوتر فهذا هو حال المؤمن كثير الرجوع إلى الله كثير التوبة أو واب من هنا أيها الأحبة يمكن أن نقول إن هذه الصلاة إذا كنت أخي الحبيب تسمع بها للمرة الأولى صليها ولو مرة في العمر صليها الآن ربما تنسى فيما بعد على الأقل تمسح ذنوب السنوات التي عشتها يعني الله بهذه الصلاة إذا صليتها صادقا هي ركعتين اعلم أن الله سيمحو ذنوبك كاملة وإن كانت مثل زبد البحر ولكن بشرط أن تحسن الطهارة تحسن الوضوء يعني بالغ في تنظيف الأسنان في المضمضة في السواك أو في رشاة الأسنان على الأقل في تنظيف الأنف من الداخل في تنظيف الوجه جيدا وبخاصة أننا في عصر التلوث يعني اليوم الملوثات موجودة في الماء والهواء للأسف حتى خلايا الجلد هنا بحاجة لأن هذه السموم إذا تراكمت تسد وسامات الجلد وتمنع التهوية وتحدث مشاكل كثيرة في الجلد فإحسان الوضوء أن تغسل أعضائك جيدا اليدين تغسلهما جيدا تمسح رأسك جيدا تغسل الرجلين جيدا فهذا أولا فيه منفعة طبية لك وفيه إحساس الماء عندما يمر على الجلد يعطي إحساس بالحيوية والامتعاش والنشاط فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من وراء هذا الحديث أن يقول لك أن المؤمن يجب أن يشعر بالقوة والسعادة والطمأنينة لأن الذنب يضع في الإنسان أنت إذا أخطأت في حق إنسان يعني وشاهدته فجأة تضرب عينك في الأرض أحيانا تشعر بنوع من الذل أمامه لأنك أخطأت كثيرا في حقي فكيف بمن يخطئ بحق الملك الذي هو معنا وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الورين فالله عز وجل الذي هو معي الآن ومعك أخي الحبيب ويسمعني ويسمعك ويعلم ما توسوس به نفسك هذا الإله العظيم نحن نخطئ كثيرا في حقه نلهو كثيرا نتحدث بكلام فارغ كثيرا نشغل أنفسنا عن طاعته سبحانه وتعالى عن ذكره فالنبي لا يريدنا أن نختبئ وراء ذنوبنا لا أن نواجه هذا الذنب بالتوبة لا أن تعصي الله ثم تهرب فتعصيه أكثر ثم تتخفى لا الآن قم صلي ركعتين على نية أن يغفر الله ذنوبك كاملة وثق أن الله سيغفرها مهما كانت لأن هذا الإله العظيم هو الذي خاطبك أخي الحبيب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما معنى أسرفوا الذي يدخن ليس إسرف معنى الإسراف يعني الذي يتكلم بكلمة هكذا يؤذي بعض الناس بكلمة لا هذا جزء صغير من الإسراف ما معنى الذين أسرفوا على أنفسهم إنسان يرتكب الموبقات عقوق الوالدين يرتكب الفواحش يأكل الربا لا يصلي لا يزكي يظلم الناس ويكفر بنعمة الله هذا هو الذي أسرف على نفسه يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله إياك أن تأخذك ذرة يأس القنوط لا تقنطوا بالطه من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يجب أن تستيقم أن ذنوبك جميعا قد غفرت بعد هذه الصلاة مباشرة بمجرد أن تستغفر له ولكن بصدق وأن تنوي أن لا تعود أبدا قد يطغيك الشيطان في اليوم التالي لا مشكلة المهم أن نيتك يجب أن تكون صادقة مع الله يجب أن تتوجه إلى الله بإخلاص وتقول يا رب أنا تبت إليك توبة مصوحة فأعني وتقبل مني فالله عز وجل إذا علم منك هذا الإخلاص وعلم أنك صادق بالفعل وهو المطلع على قلوبنا وعلى أفكارنا ثق تماما سيغفر ذنوبك جميعا ولا يبالي سبحانه وتعالى لأنه هو القائل وإني لغفار غفار مبالغا يعني كثير المغفرة يعني حتى نفهم كلمة غفار نقارنها بكلمة أخرى ولله المثل الأعلى تقول على الإنسان قاتل ربما قتل مرة عن طريق الخطأ أما أن تقول قتال قتال يعني رجل كثير الإجرام والقتل مدمن على قتل الناس قتال مبالغا فكلمة غفار صيغة فيها مبالغة للمغفرة يعني الله يبالغ في مغفرته مغفرته للناس كثير المغفرة إن ربك واسع المغفرة ربما كلمة غفور نفهم منها أن الله قد يغفر ذنبا لا غفار لو عملت مليارات الذنوب الله يغفرها فهذه الصلاة أخي الحبيب احرص عليها ولو مرة كل يوم مرة كل أسبوع مرة كل شهر مرة في العمر على الأقل إنوي أن تصلي صلاة التوبة على نية أن يغفر الله لك كل ذنوبك إن شاء الله ولا تنسى أن تحسن الوضوء أن تتطهر جيدا وأن يكون ثوبك نظيف والأهم من ذلك أن يكون قلبك طاهر ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته